كما رصدت كاميرا أكسترانيوز إقبالاً للمواطنين على منفذ مبادرة مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة نتابع الرسالة التالية من مراسل أكسترانيوز محمد عادل نتواجد هنا في قرية طامو بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة حيث تتوافر إحدى العربات التابعة لحياة كريمة والتي من خلالها تقدم هذه اللحوم المدعمة للمزيد من التفاصيل متابعين الكرام معنا في هذه اللحظات الأستاذ أسماء إبراهيم منصق وحدة محلية بقرية طامو بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة بمؤسسة حياة كريمة أستاذ أسماء بعد التحية حدثين عن تواجد العربة اليوم هنا في القرية ومدى الإقبال الكبير من قبل المواطنين تجاه هذه المبادرة وهذه اللحوم المبادرة تجيب على 11 يوم لفت مركز أبو النمرس محافظة الجيزة عمتا إقاذة قرية في مركز أبو النمرس منها أبو النمرس والحرانية والترسة وأخيرا جات هنا طامو اللحمة برازيلي واللحمة بلدي واللحمة مفرومة اللحمة البلدي سعارها 210 واللحمة البرازيلي 185 على فكرة أكبر شديد أصلا من المواطنين أن نجي بنخفف الأعباء على المواطن هل محدد كمية محددة لكل مواطن بيتم شراؤها أم لا الأمر المفتوح لكل مواطن شراء أكثر من كمية الأمر المفتوح لكل مواطن أن يأخذ اللي هو عايزه مش شرط أن أنت لازم مواطن واحد تاخد كيلو لا اللي هو عايزه بنتجهوله مش هتفرق شكرك يا أستاذ أسماء على هذا اللقاء يعني إذن متابعينا الكرام قبال كثيف بل يتزايد يوم تلوى الآخر وسط التوسع التدريجي الذي يعني تحرس عليه حياة كريمة وتوفير هذه المبادرة في عدد أكبر من النقاط داخل القاهرة وداخل محافظات الجيزة وكذلك في مختلف محافظات الجمهورية للوصول إلى أكبر عدد من المستفدين في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية ممثلة في السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تخفيف العب من على كاهل المواطن المصري والعمل على تحسين مستوى معيشته هذه هي كانت مجملة صورة من هنا من قرية طمو بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة والآن نعود مجددا إلى الزملاء بالستوديو